طرح مجلس بلدية الشمالية مبادرة جديدة من نوعها تهدف إلى تحويل مجموعة من المناطق في المحافظة الشمالية إلى أراضي خضراء على أن يتم زرعها وتسجيرها على يد أهالي المنطقة وفي تصريح خاص لمركز الأخبار قال السيد محمد خليفة بحمود رئيس المجلس إن هذه المبادرة تهدف إلى خدمة الأهالي وخصوصا المتقاعدين حيث يتم تحويل عدد من قطع الأراضي إلى زراعية لبعض الأنواع من المزرعات الخفيفة وتحويلها إلى مشاتلة صغيرة في عندنا طبعا مبادرة من المجلس البلدي بالشمالية لبعض المناطق اللي ممكن نحولها إلى مساحات خضراء بأيدي الأهالي نفسهم بالأمكان يعني ممكن كثير مقترحات يرفعها الأخوان للأهالي ممكن نحولها إلى مشاتل منتجة للأهالي نفسهم يعني في بعض المزرعات الخفيفة البسيطة ممكن يستفاد منها في راقبة كبيرة من الأهالي للمساهمة في هذه المشروع لعله يمكن الأيام القادمة ستشهد هذه النوع من المشاريع اللي انتمنى فعلا أن تكون هناك شراكة حقيقية بيننا وبين حتى القطاع الخاص للمساهمة في يمكن بعض المزرعات بعض البذور أعتقد أننا قادرين إن شاء الله أن نحول البحرين إلى خضراء ولو بهذه المساحات البسيطة ترجمة نانسي قنقر